كنت مرة وانا في سنة تانية في كلية الإكليركية وأنبا غرغوريس طلب مني أدخل أكتب له حاجة يعني أرتب له حاجة في الأوراق بتاحته في الأوضة بتاحته وانا برتب اتنين طلبة في الإكليركية اتخانقوا مع بعض فواحد منهم كتب شكوى في زميله وجهة للأنبا غرغوريس خبط رحت فتحت دخل يا سيدنا في الآن غلط فيا فأنبا غرغوريس أرأي الورقة وقال له بصق على وجهك قال له لا ما وصلتش لكده يا سيدنا قال له طعنك بالحربة قال له قبل ما حصلش قال له عراك قدام الناس قال له ما حصلش قال له طب ما سيدك اتعرى واتبسك على وجه وحصل 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 وفي الآخر قال يا أبتاء اغفر له إذا كان غفر لك بالكتير ما تغفرش لأخوك بالقليل قال له واختيت يا سيدنا قال له روح صالح أخوك هو طلع من هنا وقال لناديلي فلان رحت نادلت له قال له انت كلريكي تطلع كلمات اللي مفروض من فمك يتطلب الشريعة تطلع كلمات من أهل العالم وابخوا توبيق جامل وقال له روح اعتذر لأخوك وحصلت المصالحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر